الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل إخوة الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ إن شاء الله تعالى شرح كتاب التوحيد هذا الكتاب المبارك الذي ما شرحه الإنسان إلا وازداد فوائد وعبر وازداد علما نافعا كيف لا وهو الكتاب الذي يتكلم عن حق الله على العبيد ألا وهو التوحيد ولا شك أن التوحيد هو أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به وأن ضده وهو الشرك بالله هو أعظم نهي نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم ومهما تعلم الإنسان وازداد علما ولم يبني ذلك العلم أو تلك العلوم على علم العقيدة وعلم التوحيد فإن عمله صار هباء منثورا لأن التوحيد هو أساس العلوم وهو أساس الدين وهو أساس الملة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس على أن يوحد الله هذه رواية على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله رغم أن أهل الكتاب لهم علم ولهم كتاب نزل إليه من السماء ثم حرفوه بعد ذلك ولكن هذا يدل على أن عندهم علم وأنهم يعلمون التوحيد ورغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ لهم أول شيء أن يبدأ لهم بدعوتهم إلى التوحيد قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث فأول شيء هو التوحيد ولا يكفي في الكلام في التوحيد الإجمال بل لا بد لداعية التوحيد لكي يكون داعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى لا بد بل يجب عليه أن يفصي كما قال العلامة الفوزان في كتابه إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد قال لا يكفي في الدعوة إلى التوحيد الإجمال بل لا بد من التفصيل والبيان ولهذا السبب صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الإمام الكبير والعالم الجليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صنف كتاب التوحيد وجعله كذا وستين بابا لأنه لا يكفي في التوحيد الإجمال فلو كان يكفي في التوحيد الإجمال لما صنف فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كذا وستين بابا في التوحيد وإنما كان يكفي أن يجعل بابا واحدا أو عنوانا واحدا ويسميه التوحيد ويتكلم بعد ذلك تحت هذا العنوان إن التوحيد أمر عظيم وأمر جلل وأمر كبير وأمر عظيم كما يدعو الحزبيون اليوم زعموا إلى التوحيد وهم لم يدعوا إلى التوحيد ما دعوا إلى التوحيد لأن الدعوة إلى التوحيد تقتضي وجوبا التفصيل حتى يفهم الناس ولذلك لما جاء الرسل إلى أقوامهم جاء بعض الرسل إلى أقوامهم وقال لهم أن يعبدوا الله قال لهم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا له كان ردهم أجعل الآلهة إلى كان ردهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه من قريش ودعاهم دعوة واضحة إلى التوحيد كان ردهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ففهم هؤلاء وأولئك فهموا المقصود من التوحيد وهو أن تترك جميع الآلهة الآلهة الباطلة من دون الله وتوحد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريكا فلهذا السبب صنف هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الكتاب كتاب التوحيد وبدأ كتاب التوحيد بالبسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم وقوله رحمه الله تعالى بسم الله معنى الله الإله معناه الإله قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الله قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فمعنى الله أي الإله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذا ذكر ابن جرير الطبري في تبسيره عليه رحمة الله وقيل أن لبضة الله ذكرت في القرآن عدد 2360 مرة 2360 مرة وباسم قيل الإسم من السمة وهي العلامة وقيل من الوسم وقيل من السمو وقيل من السمو والسمو يعني الظهور والارتفاع فكان اسمك من السمو لأنه يظهرك الآن الناس جالسون وعددهم عشرون رجلا ولا ندري ولا نعلم أسماءهم لكن إذا قلنا مثلا يسري فقال نعم فقد سمى وظهر يسري باسمه وهكذا 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 فقيل اسم من السمو والسمو يعني من الظهور والعلوم وقيل اسم من السمو والسمو يعني العلامة فاسمك علامة تدل عليك أنت طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسماني دالاني رقيقان اسماني دالاني رقيقان أحدهما أرق من الآخر أحدهما أرق من الآخر وما هو الرحيم الرحيم أرق من الآخر لماذا؟ لأن اسم الرحيم يدل على صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيمة أما اسم الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة الممتلئة التي تشمل الكافر والمؤمن التي تشمل الكافر والمؤمن ولكن هل السؤال هل يرحم الله تبارك وتعالى الكافرين يوم القيامة؟ هل يرحم الله تبارك وتعالى الكافرين يوم القيامة؟ لا لماذا؟ لأن الكافر لا يرحم يوم القيامة وإنما الرحمة يوم القيامة خاصة بمن؟ بالمؤمنين فقط أما في الدنيا فالله عز وجل يرحم الكافر والمؤمن وفي ذلك الحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فسقي الله عز وجل الماء للكفار هذا في الدنيا وهذه رحمة ولكن أين؟ في الدنيا للكفار أما في الآخرة الرحمة لمن؟ للمؤمنين فقط ولذلك يقال في اسمه سبحانه وتعالى الرحيم أرق من الآخر لأنها رحمة خاصة بالمؤمنين وهي لا تكون إلا في يوم القيامة هذه الرحمة الخاصة لا تكون إلا في يوم القيامة أما في الدنيا فالله تعالى يرحم المؤمنين ويرحم الكافرين كيف يرحم الله عز وجل في الدنيا الكافرين؟ كيف؟ كيف يرحم الله في الدنيا الكافرين؟ كيف ذلك؟ أمور معاشه من الأرزاق وسقي الماء والأموال والصحة إلى غير ذلك والبنين إلى غير ذلك ولذلك ذكر الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى فائدة وهي قوله رحمه الله أن الله تعالى يستجيب للكفار إذا دعوا ربهم تبارك وتعالى في مسائل الرزق والطعام والشراب وما شاكل ذلك يستجيب له ويستجيب الله للكفار إذا كانوا في حالة اضطرار قال تعالى عن المشركين الكافرين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين هؤلاء الكفار دعوا الله مخلصين له الدين فاستجاب الله لهم ونجاهم فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لماذا بدأ المصنف كتابه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من يعرف اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته بالبسملة الدليل ما جاء في صحيح البخاري ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إله رقل عظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم إله رقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الخطاب عليكم السلام وهنا شبهة للحزبيين وهي شبهة عبد الرحمن حامد آل نابد قال يجوز الثناء على أهل البدع قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إله رقل عظيم الروم الروم وهل هذا ثناء هل الروم كانوا كفارا أم مسلمين كفارا فقول النبي عليه الصلاة والسلام إله رقل عظيم الروم يعني إله رقل عظيم الكفار فهو عظيم عند من؟ عند الروم الكافرين؟ أو عند المسلمين الصحابة؟ عند الروم عظيم أو لم عظيم؟ عظيم إله رقل عظيم الكافرين؟ عظيم الروم الكفار؟ المشركين؟ أين هنا الثناء؟ هذا ليس ثناء أبداً وإنما هو ثناء في مخي هذا الدجال الحزبي من أجل الدينار الكويت السبب الثاني لبداية المصنف كتابه بالبسملة قلنا اقتداءاً بكتابات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في الكتابة إذا أردت أن تكتب كتاباً أو ورقة من السنة أن تبدأ بالبسملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعى الوادى والدليل ما سبق أما إذا أردت أن تتكلم فإن من السنة أن تبدأ بالحمدل الدليل ما روه مسلم في الصحيح من رواية جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ خطبته كان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه أما نستهديه فضعيفاً نستغفره أيضاً ضعيفاً نستهديه ضعيفاً هذه الزيادة ولما روى الداري في السنة من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا افتتح أحدنا كلامه في الدين في الدين أن يفتتحه بقوله الحمد لله نحمده ونستعينه وزيادة عند مسلم إن الحمد لله وهنا الحمد لله نحمد ونستعينه ففي الكلام في الدين من السنة أن تبدأ بي الحمد وفي الكتابة من السنة أن تبدأ بي البسملة ولكن في الكلام لابد أن يكون كلاماً في الدين لا تذهب إلى الدكان وتقول له إن الحمد لله أريد طحنية وإنما في الدين تبدأ بي الحمد لله السبب الثاني لبداية المصنف كتابه بالبسملة اقتداءاً بكتاب الله العزيز القرآن الكريم السبب الثالث قال العلماء تبركاً بالبداء بسم الله وفي هذا الحديث كل أمر ذيبال لا يبدو فيه ببسم الله فهو أبتر أقطع أجزم بعضهم ضعفه وبعض العلماء صححه بمجموعة طرق قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد كتاب التوحيد قول المصنف كتاب التوحيد قال العلماء يسمى دين الإسلام توحيداً السبب لأن دين الإسلام مبناه وأصله ومغزاه وأساسه على التوحيد فلا إسلام بلا توحيد كما أنه لا صلاة بلا بلا طهور كذلك لا إسلام بلا توحيد وكذلك لا صلاة بلا توحيد ولا صيام بلا توحيد ولا زكاة ولا حج ولا بر للوالدين ولا غير ذلك بلا توحيد طيب ومعنى كتاب معنى كتاب قال العلماء مادة كتب مادة كتب معناها الجمع معناها شنو؟ الجمع ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام كان يأمر بدوابه فتسرج وكان يقرأ القرآن إلى أن تسرج كان يقرأ القرآن والقرآن معناه نفس معنى كتاب نفس المعنى وهل أنزل على داود عليه السلام القرآن؟ لا وإنما كان يقرأ القرآن أي الزبور الذي أنزل عليه فسمي الزبور قرآنا لأنه مجموع فهو كتاب معنى الكتاب أي المجموع ومعنى القرآن أي المجموع فهما بمعنى واحد قال كتاب التوحيد والتوحيد هو من وحد يوحد إذا جعل شيئا توحيدا إذا جعل شيئا واحدا كما هو معلوم وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وليس إلى أربعة القسم الأول توحيد الربوبية القسم الثاني توحيد الألوهية القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات فالأول توحيد الربوبية معناه هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير إفراد الله بالخلق والملك والتدبير ولذلك أقر به المشركون الأوائل والكافرون الأوائل وأهل الجاهلية فأقر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو الذي خلقهم لا غيره قال الله عن المشركين ولئن سألتهم يعني لئن سألت المشركين يا محمد ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فهذا وحده المشركون الأوائل وأشرك فيه المشركون الأواخر في زماننا هذا كالإزيريك محمد المنتصر الإزيريك وكغيره من الصوفية البرع والقادرية والختمية شيوخهم الكبار أشركوا في هذا التوحيد الذي أقر به واعترف به المشركون والكافرون الأوائل فذكر البرع أن غير الله يخلق قال البرع في كتاب ليك سلام مني قال مصطفى عركين مع ود علي المكروم أتت الفلاتي القلب العود مفهوم وحكى قصة أن امرأة الشيخ طلبت منه خادما فذهب الشيخ وتلميذه إلى الغابة فأمر الشيخ التلميذ أن يقطع شجرة بقامة إنسان فقطعها التلميذ وأن يلبسها الثوب فألبسها الثوب فأخذ الشيخ سبحته بهمة عالية إلى أن تحرك العود فقال الشيخ الدجال بخيتة ثلاث مرات قالت نعم سيدي فأخذها من يدها وأخذها إلى زوجته وهذا كفر في الربوبية لم يكفره حتى المشركون والكافرون الأوائل كأبي جهل وابلا لأن أولئك أقروا بالربوبية واعترفوا بأن الله عز وجل هو الخالق وهو المتصرف وهو الرب أما هؤلاء الأواخر مشركوا زماننا وبلادنا أنكروا ذلك واعتقدوا أن غير الله يخلق كذلك الملك الملك قال محمد عثمان المرغني شيخ الختمية الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا نار الخليل خبت من سر تفلتنا ونار موسى أضاءت من محاسننا أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا فقال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا فهذا يدعي الملك وهذا لم يكفره حتى المشركون والكافرون الأوائل لذلك حينما تعلم الناس التوحيد في المساجد إياك أن تقول توحيد الربوبية أقر به المشركون الأوائل وتسكت هذا غش وهذه جملة ناقصة لابد أن تقول أقر به المشركون الأوائل وأنكره المشركون الأواخر وتذكر هذه الأبيات وهذه القصص من كتب القوم التي تدل دلالة واضحة أن مشركي زماننا أكفر وأشرك وأضل من كفار قريش القسم الثاني توحيد أو النوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد من الدعاء من الزبح من النذر من الاستغاثة من الاستعانة من التوكل من الخوف من الرجاء إلى غير ذلك وهو إفراد الله بالعبادة وهو الذي وقع فيه النزاع أكثر ما وقع في الأول ووقع فيه الآن في زماننا هذا إفراد الله بالعبادة والعبادة كما قال العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالأعمال الظاهرة من أمثلتها الصلاة والصيام والحج والدعاء والزكاء والذبح وما شابه ذلك أما الأعمال الباطنة مثل التوكل والنية والخوف والخشية والرجاء والإنابة والمحبة والرغبة والتوكل والرهبة إلى غير ذلك من الأعمال الباطنة فمن أشرك أي من صرف عملا أو قولا من هذه الأعمال الظاهرة أو الباطنة إلى غير الله فقد كفر بالله وأشرك بالله كفر في أي نوع من أنواع التوحيد في الألوهية وأيضا في الربوبية ولكن في الظاهر كفر في الربوبية وأشرك في الألوهية وأشرك في الألوهية وهذا النوع الثاني توحيد الألوهية ضلت فيه جميع الجماعات التي تسمي نفسها بالإسلامية أو بالدعوية أو بالأحزاب فلا يدعون الناس إلى هذا النوع إلى توحيد الألوهية كجماعة التبليغ مثلا فهي تأتي وتخرج إلى المساجد وتقول للناس إن الله خلق التراب وخلق السماء وخلق الجبال وخلق الأراضين وخلق الشجر وخلق البحر وخلق النهر والإنسان والحيوان إلى آخره وهذا كله داخل تحت توحيد الربوبية وهذا أقر به المشركون الأوائل ولكن يجب عليهم أن يدعوا الناس إلى توحيد الألوهية لأن النزاع أكثر ما وقع وقع فيه الألوهية وأكثر ما ركز عليه الأنبياء والمرسلون ركزوا على الألوهية قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتْتَنِبُوا الطَّاغُوتُ وَمَا أَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى توحيد الربوبية دليلٌ وبرهانٌ على توحيد الألوهية إذن الأساس الذي دعت إليه الرسل هو التوحيد بكل أنواعه ولكن أكثر ما ركز الأنبياء والمرسلون على توحيد الألوهية عليهم الصلاة والسلام أجمعين والدليل على أن توحيد الربوبية هو برهانٌ ودليلٌ على الألوهية قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم خلقكم هذا توحيد الربوبية والذين من قبلكم هذا توحيد الربوبية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة والسماء بناء وأنزل من السماء رزقاً وأنزل من السماء رزقاً لكم وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً هذه الألوهية ذكر الله عز وجل الربوبية أنه خلق وأنه أنزل من السماء ماءً وأنبت به الزرع هذا كله ربوبية ليدل به على الألوهية ويأمر الناس بالربوبية بالربوبية إلى الألوهية قال فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون فأتى بالألوهية في خاتمة الآيات وهذا أسلوب عظيم للداعية الناجح إلى التوحيد بالذات المساجد المقفلة التي لا يرضون فيها بسماع التوحيد والنهي عن الشرك والكلام في العقيدة الصحيحة فهذه ابدأ لهم بذكر الربوبية ولكن لا تكن كالبلاغاتية وإنما أنت كسلف تذكر الربوبية لتستدل به على الألوهية تبين لهم أن الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض وجعلها مهدى وبسطها للناس وجعل الجبال رواسية وتذكر الآيات والأحاديث التي تدل عن الربوبية في هذه الأمور وتقول لهم إن الله الذي خلق هذا وبسط هذه الأرض وأنزل هذا الماء من السماء وأنبت به الشجر والنبات والكلأ والعشب لكم أوجب عليكم أن تفردوه بالعبادة فكما أنكم أفردتموه وقلتم هو الخالق وحده والرازق وحده فلابد إذا أردت أن تدعوه لا تدعو إلا هو وحده فإذا دعوت غير الله أشركت بالله وإذا أردت أن تتوكل لا تتوكل إلا عليه وحده وإذا أردت أن تستغيث أو تستعين لا تستغيث بالموت ولا بالصالحين ولا بالأولياء وتذكر هذا الكلام بهذا الأسلوب القرآن القوي وهذا الأسلوب ذكره زيد بن عمر بن نفيل رحمه الله ورضي الله عنه وهذا الرجل لم يدرك نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت قصته في البخاري بالصحيح أنه كان يجلس عند الكعبة ويبدأ لهم بالربوبية ثم يأمرهم بالألوهية فيقول أيها الناس الشات خلقها الله هذه ربوبية خلقها الله وأنبت لها الكلأ والعشب تذبحونها لغير الله ثم يتكلم عن الولوهية تذبحونها لغير الله وكان يتكع على الكعبة ويقول يا معشر القريش والله ما أحد منكم على دين إبراهيم غيري ثم خرج بدبته إلى الشام يبحث عن الدين الصحيح فوجد راهبا نصرانيا فقال ادلني على دينكم فلعلني أن أكون نصرانيا فقال له النصراني لن تدخل في ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله وإن الدين الذي تريد ما أراه إلا حنيفا مسلم أو حنيفا فذهب حتى وجد يهوديا فقال دلني على دينكم فلعلني أن أكون يهوديا فقال له اليهودي لن تدخل في دينك حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله وما أراه إلا حنيفا فقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا وركب على دابته ورجع حينما قال له اليهودي وإن هذا زمان نبي في بلاد العرب فرجع إلى بلاده وهو في الطريق سجد على راحلته وقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا وسجد على دابته لله ثم أتى مجموعة من قطع الطرق فقتلوه ومات قبل أن يدرك قبل أن يدرك نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلا وتؤمن أنما علمناه من أسماء الله سبحانه وتعالى هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ولكن أسماء الله سبحانه وتعالى عنده هي أكثر من ذلك كما جاء الحديث عند أحمد في المسند تقريبا ولكن صحاوة الألبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصيبه هم أو كرب فيقول اللهم 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 إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا وشأه فهناك أسماء استأثر الله علمها عنده سبحانه وتعالى ولكن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى فكل اسم من أسمائه يدل على صفة ولكن ليس بالضرورة أن كل صفة من صفاته تدل على اسم فالصفات أوسع فالصفات أوسع وأكبر وأكثر من الأسماء التي أمرنا بإحصائها وحفظها ومعرفتها فتثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنة والصفات العلاء من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وكوننا أثبتنا لله عز وجل الأسماء أو الصفات لا يعني ذلك أننا شبهنا كوننا أثبتنا لله عز وجل الأسماء أو الصفات التي تليق بجلاله لا يعني ذلك أننا شبهنا أبدا لأن ولله المثل الأعلى أنت لك يدان ولك يد ولهذا الباب يد فأثبتنا لك يد وللباب يد فإثباتنا اليد للباب ولك لا يعني أننا شبهنا يدك بيد الباب فإثبات الصفة لا يعني التشبيه وإنما نثبت الصفة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وكذا من غير تحريف ولا تعطيل كما يفعله المتصوفة في هذا الزمان وكل من أراد أن يتكلم في هذا الباب لا بد أن يضرب مثالا بالصوفية لا نكون كالحزبين وكشيوخ ودكاترة الحزبين الذين درسوا العقيدة نعم ولكنهم فشلوا في دعوة الناس إلى العقيدة يأتي الواحد منهم ويقول كما قالت الكلابية وكما قالت الأشاعر وكما قالت الماتريدية وكما قالت الجهمية من هم الجهمية والأشاعر الماتريدية هم الصوفية هم الصوفية الصوفية هم الأشاعر وهم الكلابية وهم الماتريدية وهم الجهمية وهم المعتزلة هم الصوفية فهم الذين يعطلون صفات الباري تبارك وتعالى فيفسرون الاستواء بالاستيلاء والاستواء هو من أعظم صفات الله تبارك وتعالى كما قال السلف من أعظم صفات الله والاستواء فيفسرونه بالاستيلاء وكونهم يقولون أن الله استولى على العرش هذا يبين ويلزم أن هناك إلها كان مستوليا على العرش قبل الله تعالى الله عما يقول الصوفية وسيد قط علوا كبيرة هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ويفسرون اليد لله سبحانه وتعالى بالنعمة بل يداه مبسوطتان قالوا النعمة وإذا قلنا أن معنى ليد النعمة فإن نعمة الله عز وجل كثيرة ولا تحصى ولا تعد قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصها إن الإنسان لظلوم كفار وقال تعالى بل يداه يداه الألف للتثنية يداه مبسوطتان فإذا قلنا يداه يعني النعمة أثبتنا لله نعمتين وقد قال الله إن تعد نعمة الله لا تحصها فهذا تكذيب لكتاب الله وتكذيب للقرآن وتكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن الذي أوقعهم في هذا زعمهم أنهم فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل ولذلك قال السلف ما من معطل إلا وهو مشبه فهو قد عطله لأنه شبه أولا قال الله بل يداه مبسوطتان قال المعطل لو أثبت لله يدين فقد شبهته بالمخلوق فلكي لا أشبهه بالمخلوق فلابد أن أحرف وأعطله معنى كلام الله فشبه أولا بعد ذلك عطل فما من معطل إلا وهو مشبه فنحن نثبت صفات الله عز وجل وأسماءه من غير تشبيه ولا تكيف ولا تمثيل وكذا من غير تحريف ولا تعطيل ونؤمن إيمانا جازما قاطعا أن لهذه الصفات معان ونفوض كيفيتها لله نؤمن أن لهذه الصفات معان ولكننا نفوض كيفيتها لله فالتفويض يكون للكيفية وليس للمعنى ولذات الصفة هذا باطل يسمون أنفسهم بالمفوضة وهم مبتدع على باطل من اعتقد منهم هذه العقيدة ومبتدع وعلى باطل ولذلك لما دخل رجل للإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فسأل الرجل من ماذا من الكيفية ولذلك رد عليه الإمام مالك الإمام مالك في ختام كلامه قال وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه إلى آخر ما قال المصنف وقول الله تعالى وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون هذه الآية فيها أسلوب الحصر ويسمى بالقصر ويسمى بالاختصاص والحصر هنا بآداتي الحصر ألا وهما النفي وهي وما ما نافية والآدات الثانية الإستثناء وهي إلا قال علماء اللغة والحصر بالنفي والإستثناء هو أقوى أنواع الحصر أقوى أنواع الحصر ولذلك جاء في كلمة لا إله إلا الله الحصر بالنفي والإستثناء لا هذه نافية صح إلا هذه استثناء فجاء في لا إله إلا الله أسلوب الحصر بالنفي والإستثناء لأنه أقوى أساليب الحصر والقصر والاقتصاص وهذه الآية قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس يعبدون يعني يوحدون إذن معنى الآية ما خلق الله الخلق من الجن والإنس إلا لغاية واحدة عظيمة وهي أعظم غاية وهي التوحيد بالله عليكم ما خلق الله الخلق من الجن والإنس إلا للتوحيد وهناك دعاة ودكاترة وبروفات لا يدعون إلى التوحيد هلأه لا دعاة حق ما خلق الله الجن والإنس الخلق جميعا الثقلين إلا للتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس يعني لوحدون فما خلقنا الله إلا للتوحيد فهل هناك عذر لداعية متعلم العقيدة والتوحيد ولا يدعو إلى التوحيد ليس له عذر والله وبالله وتالله وليس هناك عذر لجماعة ولا طائفة ولا غير ذلك وهي لا تدعو إلى التوحيد لا عذر لها أبدا وبالذات هي تتعلم التوحيد قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال بعضهم في هذه الآية إشارة إلى أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس يعني خلق الجن كان أولاً قالوا فيها إشارة لأن الله قدم خلق الجن على الإنس ولذلك كما جاء في صورة البقرة وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُبْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ قال ابن كثير من أين علمت الملائكة أن هذا الخلق سيوسد في الأرض ويسبك الدماء قال ابن كثير لأن الملائكة علمت أن الأرض سكنها الجن قبل خلق آدم وأفسدت الجن في الأرض وسفك فيها الدماء فلما رأت الملائكة ذلك وأراد الله عز وجل أن ينفخ الروح في آدم قالوا أتجعل فيها أن يخلق آدم قالوا أتجعل فيها من يُبْسِدُ فِيهَا كَمَا أَبْسَدَتِ الْجِنُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ كَمَا فَعَلَتِ الْجِنُ هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قال ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم في تتمة الآيات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِآمرَهُمْ وَأَنْهَاهُمْ واختار هذا المعنى الأخير إلا لآمرهم وأنهاهم شيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله وقال المصنف هو سليمان ابن عبد الله آل الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد في هذه الآية وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحكمة من خلق الجن والإنس وما هي الحكمة عبادته سبحانه وتعالى طيب سؤال قال ما هي الأدلة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة قول الله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه الربووية الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات مالك يوم الدين أيضا الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية وأيضا مفتتح سورة الفلق ومفتتح سورة الناس قل أعوذ بربي الناس هذا الربووية ملكي الناس هذا الأسماء والصفات إلهي الناس هذا توحيد الألوهية وهذا من باب تقاسيم العلم تقاسيم العلم كما أن العلماء قسموا أركان الصلاة إلى كذا نوع وكذا قسم وقسموا شروط الصلاة أيضا وقسموا أركان الوضوء وأركان الصيام وواجبات الصيام وسنن الحج وأركان الحج إلى أربعة أقسام وكذا وكذا كذلك التوحيد قسم إلى ثلاثة أقسام استنباطا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهل يجوز الاستنباط من الكتاب والسنة؟ ما هو الدليل؟ قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا ليس فيه إشكال أصلا وليست هي بدعة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام ليست بدعة ابتدعها ابن تيمية كما يقول الإزيرك قبّح الله وجه ومن معه وإنما هذا الأمر درج عليه العلماء قديما وحديثا من قبل ميلاد ابن تيمية ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله تعالى ذكر هذا التقسيم وغيره من الأئمة ذكروا هذا التقسيم للتوحيد فلم يأتي ابن تيمية ببدعا من القول وإنما سبقه علماء وتبعه علماء نعم نعم